طبعاً لعبت زمالك كلها لعيبة على نفس المستوى صحيح لعيبة كلها جيدة جداً ولكن جميل يا زمالك بتقولي أنت عايز تتطمن على بعض الحاجات جاية تتطمن في ماتش الإسماعيلي في إسماعالي في وقت زي ما حدثتك قلت مدرب جديد براون جاي عايز يعمل شغل جامد اللعب عندها دفعة معنوية في نادي الإسماعيلي وعود ومن استزيحي كفاءات خاصة طبعاً كلام كتير واللعب نازلة بقى وجماهيرها في ملعبها والزمالك جاي فلو قدروا حقاقوا فوز على الزمالك هيرضوا الجماهير ونبدأ ويستعيدوا جزء بجدير صفحة جديدة مع كل حاجة طب فهل كان اللقاء ده يسمح بالتشكيل له في البداية؟ المغامرة دي كانت الرزق يتاخد في اللقاء الإسماعيلي؟ كانت مغامرة ومغامرة كبيرة كمان من كارترون وما زي ما قلت لك ما كانتش في مركز أو مركزين ده كان من التشكيل ثلاثة أو أربعة لعيبة خمسة خمسة أنا ما بعتبرش عبغاني قوي في قصة الدفانتر أنا يعني شايف أن التلاتة اتنين منهم يلعبوا وده طبيعي جداً في المشكلة سواء بقى الوينش وعلاق الوينش وعبغاني أو عبغاني علاء التلاتة بيقدروا يقدوا يعني ما فيش أزمة كبيرة في الحتة الدفاع تغييرات كانت مخاطرة ومخاطرة يعني مش عارف هي كانت محسوبة من كارترون ولا لا بس النتيجة بتقول إن هي كويس إنها عدت على خير لده في الأول كان موضع كان فيه تغييرات في التشكيل أنا قلت مثلاً يبقى فيه حاجة تحصل مثلاً عبدالله موجود هنا يبقى موجود لتركاية معينة طبعاً فأنا شفت عبدالله مع زيزو مع مصطفى فتحي التلاتة كانهم أول مرة يقفوا في ملعب مع بعض تلاتة كانوا تليهين مع بعض هم فعلاً التركيبة دي مكادش مع بعضها خلاص يا محمد عبدالله بقى له فترة كبيرة بعيدة عن تشكيل ند الزمالك سواء للإصابة أو للتأهيل كمان مصطفى فتحي مش متعود يلعب في المنطقة دي زيزو كان متعود أنه وراء على طول يا إما المسلوسي أو حزم منفق في وقت ملاقات دلوقتي عنصر جديد التشكيلة الهجومية حتى كلها مختلفة شايف أنها كانت مغامرة كبيرة بس انتهت بفوز وبتلات نقاط وكان مهم جداً أنه إذا مالك يخرج من براضي كمان حتى على مصطفى حرصة المرمى كان مهم أنه يطلع بنظافة شباك علشان تبقى مدافع كويس لمحمد عواتف من براضي دي